أظن أنه كلكم بتعرفوا مين هو موفلوكز أو على الأغلب بتكونوا شايفين فيديو لموفلوكز قبل هي وأكيد أغلبكم عندكم فكرة عن الفيديوهات المجنونة اللي بعملوا موفلوكز مع يوتيوبرز كثير كبار بالوطن العربي بأغلب هاي الفيديوهات بكون باستخدم فلوس كثير لدرجة مجنونة جداً ولكن عمركم تسألتوا يا أصدقائي من وين موفلوكز جاب هاي الفلوس؟ هل بتعرفوا الماضي لموفلوكز قبل ما يكون يوتيوبر عربي؟ هاب أحرق عليكم وحكي لكم إنه الماضي موفلوكز سيء جداً بأ بفيديو اليوم راح أحكي لكم قصة موفلوكز قبل ما يكون باليوتيوب العربي راح أحكي لكم كيف موفلوكز كان بني آدم فقير وصار معاه هاي الفلوس كلها وما هتفكروا إنه هاي الفلوس من اليوتيوب لا لا هاي الفلوس إجت بطرق غير شرعية أبداً هذا الفيديو راح أحكي لكم كيف لازم اللي يجري لكم عن موفلوكز كيف حالكم يا جماعة شو أخباركم والله أنا مشتاقلكم كثير شو عاملين يا جماعة والله مشتاقلكم يتمع شو شو بتكيبع لكم اليوم راح نحكي عن موفلوكز يعني أنا أكثر واحد حكيت عن موفلوكز يمكن بالتاريخ اليوم راح أرجع كما راح أحكي عن موفلوكز إذا انتو مش تركين تعرفوا من موفلوكز إذا انتو مش مش تركين تفضل اشترك نعم تفضل الله عليك تفجير الفيديو لكات وخلينا نبلش بأصة موفلوكز طيب يا صدقائي إذا ما بتعرفوا مين هو موفلوكز بشكل بسيط وسريع جدا خلينا نحكي لكم مين هو موفلوكز موفلوكز يوتيوبر أجنبي وعربي بنفس الوقت بعمل فيديوهات وتحديات مجنون كثير مع اليوتيوبرز العرب خصوصا أنا سوبيسا وبكل فيديو بحاول يوصل لأشي مجنون أكثر من الثاني ولكن فيه إشي دائما بكون موجود مع موفلوكز بكل الفيديوهات اللي هو الفلوس نعم موفلوكز دائما بحاول يدخل الفلوس على كل فيديوهاته زي مثلا هذا الفيديو آخر واحد يشيل إيده عن الفلوس يربح 10.000 دولار او مثلا هذا الفيديو آخر شخص يخرج من مسبح الفلوس يربح 10.000 دولار زي ما انتو شايفين موفلوكز دائما بحاول يبين ان هو شخص معه فلوس هلا بشكل بسيط يعني هو كذاب مبدأيا هو كذاب والمصاري هاي كلها كذب اوكي بس هو معه مصاري والمصاري هاي حقيقية ولكن كذب بالاخر ما بعطي حدا ايش اوكي خليني من تفقين هذا الموضوع اذا بدكم تتأكد ومشوفوا الفيديوهات اللي عملتها قبل هيك يا موفلوكز هذا الموضوع مش نقاشنا اليوم ولكن زي ما انتو شايفين موفلوكز دائما بحاول يبين ان هو شخص معه فلوس وهو فعليا معه فلوس مش بس باليوتيوب بكل مكان بحاول يبين موفلوكز قد ما يقدر ان هو شخص معه فلوس كتير من صورة تلاقوا دائما معه مصاري سيارات يبين بكل الطرق انه هو بني ادم غني ولكن يا اصدقائي موفلوكز مش طول حياته كان غني وهون منبلش نرجع لماضي موفلوكز ومنبلش باسم موفلوكز الحقيقي اسمه الحقيقي محمد اسماعيل بيرقداري كل ولد في عائلة عادية جدا ما كانت عائلة غنية العائلة هاي مكونة من اربع افراد اللي هم امه وابو واخته اللي بتشوفوها بكل الفيديو هاي لكن بعد فترة امه وابو انفصلوا وحاليا عايش مع امه واخته كانت عائلة عادية جدا مش غنية ابدا فبيجي عبالنا هذا السؤال كيف موفلوكز ادريوصل لكل هاي المصارب هذا الثراء الفاحش هون منيجي لمسيرة موفلوكز باليوتيوب الاجنبي موفلوكز بلش مسيرته باليوتيوب مش باللغة العربية بلشها باللغة الاجنبية بقناته موفلوكز اللي عليها 11 مليون مشترك نبدأ من المساريين وهي هو فورش 918 هذا هو هايبركار هذه المسارة عبر مليون دولار بقناة جدا موفلوكز تبلش ينزل فيديوهات وجمع عدد منيح من المشتركين وبعدها موفلوكز نصب عليه حرفيا موفلوكز نصب عليه يمكنك إستخدام الالدهاب لتشيئ وهو مجدد كثير من المهم وفي الان فترة اتناول ان اتبعوني بفرقاتي وقال إليكم كيف يعمل فالطبع الهواتف هو انهم لديهم ضد اقلال ونقروا الوقت الوقت مثل ما يمكنت اتبعوني 18.000 دولار اللي صار انه موفلوكس قبل اكثر من سنة تقريبا نزل فيديو على قناته الاجنبية اعمل فيه ترويج لعملة رقمية عملة باسم Up Digital هو كان مشارك بهاي العملة الرقمية هلا اظنوا لكلكم تعرفوا العملات الرقمية مثل البيتكوين فاللي سوا موفلوكس اخترع عملة جديدة سماها باسم Up Digital حكى للناس انه اشتروا هاي العملة لانه هاي العملة بزيد قيمتها بسرعة كثير كبيرة UPDC is a rise only stable coin which means the price is increasing every hour لدرجة انه ورجاهم انه حط الف دولار ورجاهم انه خلال سنة حولت ل 18.000 دولار امتابعين موفلوكس كانوا واثقين انه موفلوكس يعني يوتيوبر كبير ما رح يكذب عليهم فدخلوا واشتروا واستثمروا بهاي العملة موفلوكس كان يحاول يعطيهم ضمانات كثير لهاي العملة انه هاي العملة ما رح تتدمر ابدا ومستحيل الناس يسحبوا كل فلوسهم منها عشان هيك ما تخافوا العملة ما رح ينزل سعرها ابدا فالناس صدقوا موفلوكس ودخلوا وشاركوا بهاي العملة بمبالغ كثير كثير كبير وكل هاي المبالغ كانت تروح لماوفلوكس فاللي صار بعد فترة من انتلاق هاي العملة اه العملة اتدمر دولار وانا الان اوه اوه اتدنا لزيرو العملة نزل سعرها لصفر كل الفلوس اللي كانت بهاي العملة كل الناس اللي استثمروا بهاي العملة تسروا كل مصاريهم والناس اللي بتشارك بالعملات الرقمية ما بدر يشكل الشرطة مثلا انه والله احنا اشتركنا بهاي العملة وصار سعرها صفر فانتصب علينا لا ما بقدر لانه العملات الرقمية مستحيل تذبع وعليا انت شاريت عملة رقمية دفعت فلوس حقيقية عشان تشتري العملة لا فيه اي طريقة تتبع وين بتروح الفلوس فاذا اتدمرت العملة انت خسرت كل اشي وكل الناس اللي كانوا مشاركين بهاي العملة اللي كان موفلوكس بيروج لها تسروا كل مصاريهم وكل هاي اللي فلوس راحت لموفلوكس حتى لدرجة اذا فوتنا على الموقع اللي كان باستخدموه عشان يشتروا هاي العملة راحتلاق له موقع ممسوح تماما والفيديوهات اللي كان موفلوكس بيروج فيهم لهاي العملة مسحهم من القناة وهيك بلشت حياة موفلوكس بالثراء الفاحش فاللي عمله موفلوكس يا اصدقائي هي عملية نصب كبيرة كثير العمله موفلوكس انه نصب على متابعينه عشان يقدر ياخب منهم فلوس ومسح هاي العملة تماما عن وجه الارض طرع عنده فلوس ومصاري وسيارات ويعرض كل هاي الاشياء باليوتيوب ولكن الناس لما شفوا فيديوهاته صارت فيها فلوس كثير اللي هي فلوسهم اللي اخدها منهم صار يعمل فيديوهات انه هو معاه فلوس قناته باليوتيوب ادهور التدهور كثير 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 كبير بعد ذلك اذا شفنا حصائيات قناة موفلوكس الاجنبية بنبلش نشوف انه قناته صارت فيه تدهور كثير 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 كبير بطلوا المتابعين ويتفرج على فيديوهاته وحتى يوثقوا فيه أوحتى يوثقوا بأي كلمة بحكيها موفلوب با هون بلشت مسيرة موفلوكس العربية بطلوا المتابعين بطلوا الموت بطلوا الموت بطلوا الموت Samantha لكن هذا الحديد بين الاخوات الوقت موفلوكس انتقل من المحتوى الاجنبي للمحتوى العربي وبلش يعمل فيديوهات ويجمع جمهور من المحتوى العربي فإذا بدكم ملخص لماضي موفلوكز موفلوكز عبارة النصاب قديم كبير نعم يا جماعة موفلوكز نصب على كثير من الناس هرب من عندهم ويجعل محتوى العربي لا هل موفلوكز بنصب على الناس اللي بين محتوى العربي اه اه حاليا بنصب عليكم انه بعمل فيديوهات صور كذب بحط مصاري كذب اوكي لحد الآن بس بكذب عليكم بالمصاري وبالصور مصغرة بس هل بصروا فلوس حاليا من متابعينه ولا لا ما اظهر بس انا صراحة من وجهة نظري اذا موفلوكز بطلب من متابعينه اي اشي يشتركوا فيه انا ما رح اسدقوا لانه هذا البن ادم عنده ماضي اسود جدا فهلا موفلوكز اعب بيلكم فلوسه ولكن يعني نصاب اليوتيوب بس حاليا بس نصاب مشاهدات اوكي مش اعب بنصب اي شي داني ولكن انتو دايما ضلوا حاذرين اوكي فهيك بتكون عرفتوا ماضي موفلوكز الاسود انا وراحكول لانهاتي الفيديو اذا انت جديد اول مور بشوفنا عجبك الفيديو اشتركي يا صديق وما تستعملوا في الانستجرام هي اسم انستجرام عملوا في الانستجرام وانا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي سلام